جحياتي الله دكتورة وفي البداية نبي انتكلم مثل ما شفنا في هذا التقرير عن عيد الجلوس الرابع عشر لحضرة صاحب السموة من البلاد وأهمية هذه المناسبة طبعا أبارك للكويت بمحيطها المحلي الإقليمي بالمنبر الدولي اللي سعت حتى تصبح دولة مؤثرة في هذا المنبر بهذا اليوم وهذه المناسبة وأبارك أيضا بوجود هذه القيادة التي استطاعت أنها تخرج أو تخرج هذه الدولة النامية من الإطار التنموي النامي إلى الإطار الدولي الفاعل في المجال الدولي مثل ما شفنا بالتقرير وتقرير مؤثر اللي حطيته يعني قدر لكويت أن منذ تأسيسها أو منذ رغبتها بالاستقلال أن تخوض حروب دبلوماسية ولكن أيضا هذا القدر وإحنا فعلا محظوظين بوجود شخصية مثل شخصية سموة الأمير بقيادة الكويت خلال هذه الحروب الدبلوماسية كل الدول تسعى للاستقلال بس الكويت خاضت حرب للاستقلال كل الدول تسعى لأن يكون لها دور في المنابر الدولية ولكن الكويت خاضت حرب لأن تصل إلى عضويتها بجامعة دول عربية وبالأمم المتحدة وكان يسموه الأمير دور مباشر وفعال ارتكز على صفاته الشخصية ارتكز على هذه الصفة أنه دائما عنده حلم بالوصول إلى مراتب عليا ونذكر احنا على فكرة في فترة التقرير كان عضو في لجنة كتابة الدستور فكانت هناك أعباء محلية ولكن هذا الذهن كان يفكر بمنبر دولي بالخروج بالكويت من هذا الإطار وأن تكون لها هوية دولية وهذا النوع من الفكر وتنفيذ هذا الفكر وهذه المرحلة الأصعب ليس مرحلة عادية ففعلا كان له دور بقيادة الأمور بنسج هذا النسيج اللي اليوم لما نذكره يعني ينسج بخيوط من ذهب بالخروج من الأزمات إلى قصص النجاح سواء كان بفترة الاستقلال العضوية بالجامعة العربية العضوية بالأمم المتحدة وننتقل إلى أزمات كثيرة ومنها طبعا أحداث عام تسعين ودي نتكلم عن هذا النقطة يعني كيف أحدث سمو الأميرة الله يحفظه هذا التوازن الدبلوماسي السياسي في المنطقة هذا التوازن يرتكز أولا على العامل الشخصي والقناعة الشخصية بأن الأمور لن تحل إلا بالاستماع الجيد والتأني باتخاذ القرار واستخدام الحكمة وأيضا الاستفادة من دروس الدول الأخرى نبني على هذا الموضوع يعتبر وحتى يومنا هذا مدرسة في الدبلوماسية فاستطاع من خلال هذه الأزمات أن يتخذ القرار السليم بتأني وبدراسة وباستماع جيد شخصيا لاحظت هذا الشيء عن قرب في فترة موجة الحقوق في هذه المنطقة 2004-2005 الكل تحدث عن الحقوق السياسية للمرأة إقرارها الآن العديد من قادة الدول وقياديها كان لهم تصريح بأن لن يملى علينا ولن يفرض علينا سمو الأمير آنذاك كان تصريحا بأن نأخذ ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا من هذه المبادرات وهذا يعني هذه مدرسة أو هذه يعني الحكمة في أنك أنت تصبح مستمع جيد ثم تختار ما يناسبك من مبادرات ولذلك يعني حافظت الكويت على خط الاتزان دكتور يعني برايتش شون قدرنا يعني نحصن الكويت ونعطيها المناعة سياسيا يعني وترسيخ هذه المناعة في الكويت طبعا من الصعب تحصين الدول بشكل مطلق ولكن ولله الحمد استطاعت الكويت أنها تحمي نفسها فعلا من الوقوع في أزمات الاستقطاب بالرأي على سبيل المثال في فترة من الفترات كان هناك استقطاب شديد بالمنطقة بين معا وضد بين مواقف من قضايا سياسية عديدة فاختار سمو الأمير حفظه الله على سبيل المثال في عام 2004 لم تخني الذاكرة لا 2004 الحمد لله الذاكرة اختار أن يشق طريق بدبلوماسية اقتصادية خرج بهذه المنطقة مع فريق من الاقتصاديين فريق من الإداريين الفاعلين من أهل البلد واستطاع أن يأخذهم ويتجه شرقا إلى دول الآسيا حتى يستفيد الكل من النمور الآسيوية آنذاك من التجربة الآسيوية في النجاح فوجه الاهتمام إلى تجارب نجاح إلى قصص نجاح فاستطاعت الكويت أنها تفتح ملف جديد وتنأى بالنفس عن ما يدور من صراعات سياسية مرة أخرى وقعت المنطقة مرة أخرى وقدر هذه المنطقة دائماً إحنا محاطين باستقطاب الرأي بطبول الحرب التي تصعد وتنزل طبقاً لمعايير سياسية كثيرة ولكن مرة أخرى استطاع أن يوجه الجهود إلى العمل الإنساني فنظرنا إلى المنطقة نشفناها مع أو ضد الآن أو بعد الهجرات أو عدم الهجرات التوطين وغيرها ولكويت افتحت ملف الإنسانية صحيح كيف لعب صاحب السمو والله حفظه وطلب عمرة هذا الدور الإنساني عشان الكويت صارت مركز للعمل الإنساني العالمي؟ أولاً ارتكز على تاريخ الكويت وعلى جهود أهل البلد لذلك في إحدى المناسبات كان يشير إلى أهل الكويت ولن يشير يوماً إلى نفسه كشخص في هذه المناسبات أشار إلى نجاح دولة أشار إلى نجاح مؤسسة ولكن دائماً حريص أهل الكويت وأهل الكويت لأنه منذ نشأة الكويت والعمل الإنساني متأصل معلن وغير معلن والغير معلن أكثر في كل الأزمات دائماً تجد هناك مبادرات إنسانية للتبرعات لمساعدة الغير فهذه المبادرات ارتكزت عليها جهود الدولة وهذا اللي يفرق بيننا وبين دول أخرى تحاول إنها تستعير بعض الهويات ما عندها الركيزة ما عندها الأساس لكن نجاح الكويت في اكتساب هذه الهوية أن الباحث في تاريخ الكويت يجد أن منذ نيل الكويت هذا اللقب منذ نيل سمو الأمير هذا اللقب استناداً إلى مبادرته بتوجيه أنظار العالم إلى الإنسانية والنأي بالكويت من الوقوع والمنطقة في الاستقطاب القائم آنذاك استقطاب الحروب أهل الكويت لنيل هذا اللقب ثانياً الاستناد إلى الصفة المتأصلة بأهل الكويت لو تستح الصحف ستلاحظ أن حتى الصحف المحلية حتى الأخبار دائماً هناك مبادرات إنسانية ناجحة وتتصف بالاستمرارية والشيء الثالث وهو الأهم على الأقل تحت مظلة العلاقات الدولية بأن نجح في إنشاء شبكة من الدول نحن نعلم أن دول كثيرة تبادر باستضافة مؤتمرات ونعلم أيضاً بأنها لا تنجح دائماً مرعب ولكن في مؤتمرات الإنسانية لما الكويت اطرحت اسمها كل الدول احضرت بسبب وجود سمو الأمير مبادرات الإنسانية عندما وضحت للدول أن نحتاج مساعدتكم ونفتح حتى موقع الأمم المتحدة لمتابعتها عشان عنصر شفافية يكون موجود الجميع لبى هذه الدعوة رغم اختلاف قوانين الدول ليس كل الدول تستطيع تعطي الدول يجب أن تراجع حسب قوانينها مجالس الأمة أو غيرها مجالسها النيابية أو غيرها من القوانين ولكن لبت الدعوة كخطوة أولى واستمرت بهذا النهج حتى يومنا هذا يمكن المشاهدين ما يدرون بأن بعض المدارس جاءت تقارير بالحاجة لإغلاقها اللي يدرسون فيها اللاجئين لقلة العدد ولكن الكويت احرصت أن هذه المدارس الظل مفتوحة وهذه النقطة التي كنت أتكلم عنها التي اليوم نرى كوارث وأزمات تمر فيها الدول الاقتصادية سياسية أين كانت الأزمات هذه؟ في كل مبادرة إغاثية في كل سلة غذائية في كل شحنة أدوية فالأثر الطيب اللي كانت تعكس هذه المبادرات على السياسة العامة الكويت اختارت في فترة نهاية السبعينات وكانت حتى مفاجأة ما استوعبها اللي كانوا موجودين آنذاك في إحدى اللجان الأمم المتحدة كيف تخرج دولة نامية وتقول أنا بصير دولة مانحة يعني أنتوا دولة نامية المفروض نعطيكم مساعدات وندعمكم ونساعدكم ولكن مع الإيراد النفطي فورا تغير دور الكويت برغبتها ولها رغبة أنها تكون دولة مانحة فاستطاعت أنها توصل الرسالة بأن هذا العالم النامي بحاجة إلى مساعدة الدول الجنوب بحاجة إلى إعادة النظر في ديونها فهذا الدور اللي أخذ صفة المساعدة صفة الإحساس بالغير استمر معاها وبعدين مثل ما كان له دور بحمايتها من الأطماع ومن الوقوع بأزمات ففي عامل نفسي بأن كل ما ازدادت هذه المساعدات والإحساس بالغير رح يرجع هذا الدور ويدعمها بأزماتها وبعدين حتى لو اليوم لا قدر الله هذه المساعدات تأثرت فستجد هناك دعم من أهل الكويت باستمراريتها يعني الإعلام اليوم مملحق على هذه القوافل التي تخرج من الكويت سواء على الإطار غير الحكومي بالمؤسسات المعروفة أو على الإطار الشخصي ولكن لا شك بأن الكل متأثر بهذه الشخصية التي اختارت الإنسانية وبعدين الكل يشهد بأن قوافل الخير التي تذهب إلى الدول بعيدة كل البعد عن الوقوع باستقطابات سياسية بهذه الدول بعيدة عن أجندة أخرى دكتورة ودي أنتقل معاك إلى محور ثاني بصفة أكاديمية وعضو مجلس الأمناء في كلية العلوم التكولوجيا يعني شنو برايتش اللي قاعد ضيفه رؤية سمو الأمير عشرين خمسة وثلاثين وخصوصا دعم أيضا الدعم اللي قدمه للشباب العنصر الشخصي بحديثة مباشرة للشباب يعطيهم الدعم بشكل مستمر اللي يقرأ عن الرؤية اللي عنده وآلية تنفيذها منذ استقلال الكويت سيقتنع بأن سمو الأمير لما يتكلم عن حلم لما يتكلم عن رؤية يملك أدوات تنفيذها لذلك هذه الرؤية المستقبلية طالما أنه هي جزء من هذا الحلم فطبعا هذا يعطيك القناعة بأن نحن نسير نحو مرحلة التطبيق ولكن لا يعفيك من مسؤولية التطبيق لأن هذه المسؤولية تقع على عاتقنا وإحنا بعد لا نصير تكاليين يعني أكيد أكيد طبعا يعني هذه المنطقة مستعدة دائما أنها تبحث عن الغير أنه يعني يلا لكن هذه المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا سواء كأفراد مؤسسات المكان اللي أنا فيه اليوم هذه المؤسسة البرلمانية اللي نعتز فيها سواء يعني ومعها نبحر معها يمين ويسار وإذا طبعت نطبع معها وإذا استمرت نستمر معها صحيح ولكن هذا النبض مهم جدا اليوم نستمد مننا الطاقة لكي نحقق هذه الرؤية هذه الطاقة يمكن قاعد نشوفها في كلمات سموه اللي قاعد يوجهها دائما إلى الشباب ويؤكد في كلماتها الله عفظه أن الشباب هم مبعث رجاء ومعقد الأمل الشباب والنساء وأهل الكويت وحديثة للإنسان بشكل عام نحن نقرأ صحف محلية ولكن واقع هذا الحديث على العالم هذا نستمد من الصحف الأجنبية من موقع الأمم المتحدة من موقع المنظمات الدولية التي تشير إلى هذا الإنسان كإنسان مؤثر ففي هذا اليوم أنت عندك الحكمة والتأثير معن وما زال ينسج بخيوط من ذهب هذا السور الذي يقي الكويت من الأزمات وهذه مدرسة للمنطقة وهناك مشاعر يعني أبوة بين الشباب وبين الوالد القائد فشنو ممكن نصف هذه المشاعر اليوم إذا قلنا بأن سمو الأمير هو بمثابة الوالد للشباب هذه المشاعر ترجمتها بدافع للعمل يعني هذه الكلمات ما عندك أفضل منها أن تعطيك دافع للعمل تعطيك دافع للعطاء تعطيك دافع للتمسك بالقانون لتنفيذ الشفافية لمكافحة الفساد لتنفيذ كل ما تأتي به السلطات التنفيذية الواحدة تلو الأخرى من أفكار ومن مشاريع تنفيذين أنهم يستمدونها مننا يستمدونها من أفكاره ولكن اليوم يجب أن تحول هذه الكلمات إلى دافع للعمل والإنجاز لأن هذه الرؤية لن تكتفي بأننا نكررها ولكن يجب علينا أن نحمل على عاتقنا مسؤولية تنفيذها وإذا فعلا نريد أن نوثق هذه الرؤية أو أن نكملها نكملها بالآلية التنفيذية أكيد طبعا وبنجاح طبعا أعم أكيد لو بنتكلم أكثر عن سمو الأمير شون ممكن نصفه بأنه هو صمام الأمان في المنطقة وفي السياسة الخارجية فكيف يكون هذا الوضع يعني هذه المسيرة من إنقاذ الكويت في هذا البحر المتلاطم في المنطقة بهذه المياه اللي يعني ما أذكر أنها كانت راكدة في يوم من الأيام سواء كانت الحروب الدبلوماسية منذ استقلال الكويت مرورا بحروب دبلوماسية أخرى مرت بها المنطقة هذه الحكمة وهذه السلامة في عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى وجود الفريق المناسب نتكلم عن فترة الستينات والسبعينات ودورا كوزير خارجية ودورا كقيادي بالمنطقة لا بد أن نرتكز على فريق فاعل فهذه الصفات الشخصية بالإضافة إلى اختيار الشخصيات المناسبة أكيد كان لها دور بعد ذلك مرينا بالعديد من الأزمات سواء كانت على الإطار المحلي لا تنسى دورا ويمكن يغفل عننا الكثيرين لأننا دائما نرجع للتاريخ بس ننسى الدور المحلي كرئيس للوزراء في هذا المبنى كيف كان له دور بفتح جسور التواصل مع النواب وبشكل مستمر والجسر الآخر هو جسر حرية التعبير للنائب اللي كان دائما ينتهز الفرصة ليقيم دور الحكومة سواء كان إيجابي أو سلبي كيف استطاع أن يحتوي هذه الخلافات هذه النزاعات دون الحاجة إلى إحاطة هذه المؤسسة بإطار يمنعها من القيام في دورها فهذه المرحلة مهمة جدا نعم لو بنقول أدركنا الوقت في نهاية الحوار هذا فنبي منيش كلمة أخيرة بهذه المناسبة السعيدة اللي تمر على الكويت كلها أبارك لدولة الكويت لكل فرد للمنطقة بإقليمها لمجلس تعاون الخليجي واليوم عندنا أمين عام مرة أخرى من الكويت لترميم هذه المظلة جامعة الدول العربية الأمم المتحدة الدول الحليفة التي وقفت معانا في أزمتنا في عام تسعين وهذا مهم جدا أبارك لهم جميعا بهذه المناسبة وأتمنى يعني طول العمر لسمو الأمير لأن مدرسة نتعلم منها لأن كلماتها دائما ناخذها كدافع للعمل بشكل مستمر وأتمنى للصحة والعافية وأيضا أتابع وكلنا نستمتع ولكن لازم نستفيد ونتعلم من هذه الخيوط من ذهب التي ينسجها كان ومستمر وما زال حول الكويت لحمايتها مما يجري في المنطقة من أحداث شكرا لك دكتورة ندل مطوع عضو مجلس الأمناة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا على هذه الكلمات والمشاعر الجميلة التي عبرتها شكرا لكم شكرا لك إذن مشاهدين سنكمل فقرات برنامجكم الكويت اليوم والفقرة القادمة ستكون حول المساعدات الإغافية الإنسانية لدولة الكويت لكن بعد الفصل